بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله العسل انتو عايزين تنصروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم صدقا ولا كلام عايزين تنصفوه فعلا ولا كلام طب احنا عايزين اسبات اسبات ايه حاجة بسطة جدا بخاطف بها الناس اللي بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم انا عانيت كتير وعيني بدأت تتعد والحلقات اللي انا بقولها فيها اجزاء تاريخية ومعلومات نادرة تكون قوية جدا الحلقة ويبقى اقصر عدد من المشاهدين في العالم عشان نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون في تصوير خارج محتاج سيارة محتاج معايا اضارة محتاج معايا منتج من نظام معايا طيب انا بكلم مين اللي تحبه النبي فعلا هتحب النبي تنصره اه ازاي اليوتيوب عمل حاجة ميزة جديدة اسمها ميزة الانتساب يا سلام لو شرفك ان انت يبقى عندك شرف تنتسب الى حاجة لدعم النبي صلى الله عليه وسلم مش اي قناعة دي لان ما اخدش الفلوس دى عشان اعمل بقى حاجة هناخد هذا المبلغ البصير من عندك ونعمل بقى حلقة مميزة حلقات مميزة وتصوير خارجي وصفر بيكلف الاف الجنيه فعملوا ميزة بخمس مستويات مستوى البرونزي بخمسين جنيه وما يقابل في دولتك من عملة مستوى تاني اسم الفض بمية وخمسين جنيه مصري وما يقابل حوالى 10 دولار في دولتك مستوى ثالث الزهبي ب300 جنيه مصري بحوالى 20 دولار وما يقابل من عملة في دولتك ومستوى الثالث الماسي وهو بحوالى 600 جنيه بما يقابل حوالى 40 دولار وهذا له ما يقابله في دولتك يعني مش هيطلع لك بالمصر ولا بالدولار هشوف بلدك ايه وهيقولك السعر بتاعه بلدك بالدينار ولا بالدولار ولا بالدولار ولا بالدولار ولا بالدولار ولا بالدولار حسن ما انت له واخر واعلى مستوى المستوى اللقلوي وهو ب 1500 جنيه يعني 100 دولار انت لما تضغط عليها اليوتيوب ربطنا بشروط صارمة بخدمات نقدمها للمشترك في كل مستوى المستوى الاولاني نعمل ايه والمستوى التالي هيبقى فيه شات خاص المستوى التالي فيديوهات حصرية هتشوفها قبل ان تورد على القناة المستوى اللي بعد كده هيبقى فيه مكالمات سرطية يعني هما عملوا الحاجة بحيث هما يكسبوا لان المبلغ اللي انت هتدفعه هما ياخدوا فيه 30% وال70% يخضعون الضرائب وحاجة بسيطة اختار المناسب اللي على قد قدرتك حجم قدرتك واستطعتك لتنصر رسول الله الحساب عايز اشوف الناس اللي هينتسب بس ما تنتسب بتنتسب عندك برقم الحساب موجول قدامي في القناة بس انا عايز اتشرف اعرف اسمك على الفيسبوك عشان هيكون في طواص او على الواطس يعني اللي ينتسب يقول لي اسم يعني صفحته يجيني رابط صفحته على الفيسبوك في رسالة خاصة عند صفحتها الرسمية وانا اقولها لكم تحت الفيديو ده الصفحة الرسمية على الفيسبوك المرسلات بتكون سهلة وفيه ناس بتعمل مرسلات على مرسلات ولكن احنا عايزين مرسلات على الصفحة الرسمية سامير رحفناوي مؤرق مفكر اسلام وارده كل رابط بتكون سهلة وفيه قيود ايضا يعني انت موجود ما تلغط على المستوى هيقول لي موش انت هتعد تكلمه على طول لعشان مش فضيين قالك هما محجدين هتتكلم من كم مرة في الشهر هيترجع عليه الكلام ايه الخلامات اللي انت هتعملك ايه الحاجة هيتبعك ازاي وكذا ولكن انا مش عايز الكلام ده يبقى زي اي قنوات تانية لا انا عايز مصر للنبس حسنا فما فيش حجة بقت قولي انا في السودان ومعرفش حول ما فيش ويستر يونيون الناس كانت تحولي من السودان ما فيه يبقى انت في اللي تقدر عليه يقص في السودان هتضغط على الرابط هيقولك حط لي الرقم الفيزة بتاعتك اللي في البنج حسابك كان كذب هتحطه هيقوم ان كنت انت مشترك ب معجل 300 جنة مصري او 50 جنة مصري هيقسمهم الفيزة ويحولهم معرفش هم بقى بكبار اكتش الاخوال اللي في الجزائر ايضا اللي في ليبيا اللي في تونس يعني بلاج المغرب العرب وكون في الصعوبة اي جولة اي جولة تانية يقدر يحط حاجة يحطها خاصة بالنبي صعى السلام انا عايز اشوف احباب النبي هل هم كتير ولا هتخزلون يعني انت هتخزلون كما خزرته رسول الله صلى الله ولم تصلوا عليه هل اللي في القناة واللي بيسمع عن اي دول هيرخل القناة ويشترك وينتسب وهنقول هنذكر الاسماء وهنكتبهم على الشاشة في الحلقات اللي بعد كده فلان فلان تبرع بكسر فلان فلان في المستوى الفلان هنعمل قائمة فيه فيديو على الناس اللي هم منتسبين كل واحد في المستوى فايل الناس اللي بتحب تبعت حاجة على الويستر يونيون او على النظام الباند بيتواصلوا معايا على الواتسة ارب اللي هم خارج هذا الانتساب ليه؟ لان الانتساب محدد بمبلغ معين ومبلغ قليلة جدا ولكن فيه ناس احيانا واحد عايز يعمل كتاب الهباة الرحمن ممكن يقول لنا هاتبع لان ما فيش هال من الف النسخ هاتبع الف النسخ هاتبع ثلاث تلاث هاتبع خمس ده ببعت حوالته على الويستر يونيون عشان تكون سريعة في عملية لان المبالغ اللي انت تعبولها هم انتسبين بدفضل شهر وبعد يجمعها اليوتيوب ويرسلها بعد شهر ويقسم منها 30% ويقسم الضرائب ارجو ان انتم لا تحزلونا وان شاء الله انا عن حصم الظلم بالله سبحانه وتعالى ان انا هلقي ناس قرماء واختار المستوى اللي على قدر ظروفك واللي على قدر حبك للنابة ان كنت انت بتحبش النابة قوي هايبا يعني ما ينفعش تكون تقدر ترفع للمستوى اللقلقي وتقوم المسيكل المستوى البرونز اللي هو اقل مستوى مانتعاش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته